طبعا الماتش يعني أهم حاجة كانت عايزة عايزة المباراة مبارح اللي هي الرجولة والإصرار على المكسب دي رقم واحد ونحد الحتة التكتكية طبعا مش أتكلم فيها لكننا أتكلم على إن احنا عملنا مباراة ولا أرواع من أحسن المباراة اللي احنا عملناها طبعا المباراة هناك كانت لها ظروف خاصة الجو والملعب والكلام ده كله والاكسوجين كان مؤثر لكن المباراة بتاعة مبارح دي رد اعتبار إن ده نادي الزمالك هو ده لعيب اتنين الزمالك دي إمكانيات نادي الزمالك فعايزة أقولي إن مباراة كانت يعني وأنا بتفرج أنا فرحان على الأداء فيه متعة وانت بتتفرج فيه إصرار فيه أنت عارف اللي انت حاسس إن اللعبة فيه مزاج كده يعني عارف انت وانت بتلعب مزاجة حلم فحاسس إن اللعبة الزمالك كلهم خلي بالك بيقلها استثناء يعني إن مزاجهم حلو حاسرهم بلعبوا كده فأداء رائع من وجهة نظري زائد التغييرات هيلة جدا سأنا برضو يعني برح طبعا كانت تغييرات كويسة كل حاجة بس أحاسنه متأخر سنة برضو يعني ليه أنا مش قصدي متأخر سنة يعني قد يكون المدارب صح بس أنا قصدي إيه إن إحنا عندنا ماتشات جاية فمواصلنا لفكرة إن إحنا كسبنا فأنا نفسي يعمل التلاتة يحريح بقى اللعبة شوية يعني فمواصل اللي هو يعني إيه عندنا ماتش بقى المقاولين أو عندنا ماتش ناصر الحسين ضايف فاللعبة ربع ساعة تلت ساعة تستريح كده يعني بس طبعا يعني حتى تغييرات كتت مؤثرة إبراهيم وإبراهيم حسن ما نزل عمل جون أو جونين فرجاني برضو إن أنت تطلع وتريحه كهرباء حتى لو نزلوا ديها دي اتين تلاتة دي حاجة كويس آه طبعا يعني وبعدين تخلي إليك برضو كابنان خالد أنت بتكلم في كهرباء لا غنى عنه في نانة زمالك طبعا راجل لعب على المستوى علي جدا ولعب محترم كل لعب بيعد في فترة كده لكن برضو لا غنى عنه في نانة زمالك فعايز أقول بواجه عام إن أداء نانة زمالك مبارح يعني تحس أنت بتفرج على فرقة أوروبية فعالة فرقة نازلة تلعب وبتلعب بمزاج وبتكسب وكان ممكن تبقى خمسة وستة وسبعة كمان ده بيرجع ليه تجمع تجهز الفني اللعيبة ومجلس الإدارة برضو زائد المسئولية اللعيبة نانة زمالك تحملوها تحملوها